السلام عليكم وصبحكم الله بالخير وحياكم الله مع مزاج شارع فهد السالم احنا نسميه شارع الجهرة كان يطري عليكم اقنية الفنان المحبوب عبدالله رويشد اول بداياته لما طلع مع فرقة الرباعي المشهور كانوا رباعي الكويت كانوا يقنون في شارع الجهرة في شارع الجهرة صادفوني احنا نسميه شارع الجهرة بس هو الاصل الاسم الرسمي شارع فهد السالم قديم جدا هذا الشارع عريق جدا لو تلاحظون او تتابعون الفيديوهات والصور القديمة اللي موجودة ومنتشرة في اليوتيوب عن هذا الشارع في مشهد انا لا يمكن انساه مرة لقيت لي فيديو قديم بالستينات كانت السيارة شفروليه موديل يمكن اربع وستين اعتقد قاعدين في شابين اثنين رياه ييل لابسين شدي القطرة حاطينها تشرينبا وفاتشين الرادو قاعدين يسمعون نتائج اذا ما نقل طانا المتوسط تعلن بالرادو بشكل رسمي الشكلة الحين اللي كانوا يد يعني الحين هونوا اللي هي رابعة ثانوية لما يصير عندنا نتائج من الاول عن الكويت وشذي والناس تمطر وهذا لا قبل كانت المتوسط بس العجيب انهم رياهي الكبار يعني فمادري ليش توهم خلصين المتوسط وايد لنا ذكريات في هذا الشارع خاصة هو اللي ممكن يودينا سيدة اخر شارع فهد السالم يوصلنا حق المباركية فأكيد مرينا في وايد وشفنا التغييرات اللي صارت فيه من وإلى قديم وحديث ونشوف أي شي يتغير فيه نعرف شنو اللي يتغير هو مو طويل ولكن حميم جدا تفرع مننا وايد أشياء الحين حاليا لو بتلاحظون في مبالي وايد قاعدين يهدمونها لتوجه طبعا الحكومي في جعل العاصمة جديدة ومشرقة وهذا ما نتمنى كلنا العمارة المشهورة هذه اللي على الناصية جدام المثنى أمانة ما أعرف اسمها بس هذه واي أعتقد من الستينات قديمة جدا فهالأيام قاعدين يعني جزء منها هدم والجزء اللي يلف محاذات جبال مجمع المثنى ينتظر يعني دوره فقاعد يتغير يعني حتى موقف السيارات اللي موجود هذا اللي طلع من الكويت حتى لو قريبا هذا يديد ما كان موجود وهذا وايد يخدم الشارع يعني عادة إحنا لما نيحق صيدليات أو أيا كان في هذا الشارع ما نلقى مواقف مواقفة وايد قليلة فلما سواوا هذه المواقف المتعددة الأدوار وايد صراحة يعني ارتحنة وأنا أشكر المسؤولين يعني على تنبههم لهذه الجزئية يعني راحة المواطن والوافد بشكل عام فبطلب من متابع أمانة طلب مني يقول أنا كنت اشتغلت في عمارة الخالد في شارع فهد السالم ما بين سنة 2006 إلى 2007 سنة ومو ناسي لكويت وطلب مني يقول والهان على المكان هذي البقعة بالذات ولاحظ أني أنا طلعت في يوم الجمعة الصبح قبل لا تصير بس نشوف روس ناس أنا ودي يوم على يمعة شذي أصور لكم إش كثر عندنا عمالة وافدين في الكويت من كل بلدال العالم يطلعون يوم اليمعة يوم الأحد ويوم اليمعة بس أنا أعتقد اليوم اليمعة أكثر من اللي يطلعون يوم الأحد في إجازتهم الأسبوعية فالعمال السواق الخدم اليونيمت ما تشوف اللاروس بشر قاعدين على الواجهة البحرية جدام البرلمان اللي يمدوار الشيرتون هذه أكثر الأماكن اللي تواجدون فيها وشارع فهد السالم وإن شاء الله أكون كفيت وفيت للأخ اللي طلب هذا الفيديو في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر